بشر المنتخب الوطني تحت سن 23 عاماً لكرة القدم تدريباته في مدينة تشانكشو الصينية استعداداً للمباراة الأولى التي يخوضها في النهائيات الأسيوية أمام المنتخب السعودي يوم الأربعاء المقبل وأجرى المنتخب الأولمبي اليوم الأحد حصة تدريبية على أحد الملاعب التدريبية في تشانكشو بقيادة المدرب الإنجليزي إيان برونسكل ويساعده المدرب الوطني إسلام ذيابات وسط أجواء باردة وماطرة وركز الجهاز الفني على التمارين التي تهدف إلى التأقلم والتكيف مع طبيعة الأجواء والأرضية المبللة من خلال التمرير القصير والطويل والمشي بالكرة بالإضافة إلى التصويب والكرات العرضية هذا وأظهر اللاعبون الحماس والرغبة في خوض المنافسات ما يعزز خيارات الجهاز الفني في وضع التشكيلة التي ستخوض اللقاء أعلن نادي الجزيرة توصله لاتفاق مع المحترف السوري محمد وائل الرفاعي لللعب في صفوف فريق كرة القدم خلال المرحلة المقبلة وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي رئيس نادي محمد المحارم لتعزيز صفوف الفريق خلال المنافسات المحلية والأسيوية المقبلة علما أن فريق الجزيرة سيمثل الأردن في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي وانضم الرفاعي إلى مواطنيه السوريين شادي الحموي وعودي جفال الذين يحترفان حاليا في فريق الجزيرة وينتظر أن يقوم نادي الجزيرة قريبا بإعادة ترتيب أوراقه فيما يتعلق بالمحترفين الأجانب أو المحليين بحثا عن نتائج أفضل في المرحلة المقبلة غادر رئيس المدربين في اتحاد التايكوندو فارس العساف اليوم الاثنين متوجها إلى إمارة دبي لتسلم جائزة محمد بن رشد للإبداع الرياضي عن فئة أفضل مدرب عربي للعام 2017 وفاز العساف بهذه الجائزة في ظل الإنجازات التي حققها كمدرب لمنتخبات التايكوندو إذ أشرف على تدريب البطل الأولمبي أحمد أبو غوش الذي نال العديد من الجوائز على مختلف الصعود كما قاد المنتخبات الوطنية الأخرى لتحقيق المزيد من الإنجازات ويعتبر العساف أول مدرب أردني يحصل على هذه الجائزة التي خصصت لأفضل مدرب في جميع الألعاب كلف الاتحاد الأسيوي لكرة اليد رسمياً الاتحاد الأردني لتنظيم واستضافة بطولة غرب آسيا لمنتخبات السيدات والمقرر إقامتها خلال الفترة من الخامس عشر وحتى الحادي والعشرين من الشهر المقبل جاء ذلك في خطاب رسمي تسلمه اتحاد كرة اليد وتم فيه تحديد البطولة وموعدها ومكانها وأكد رئيس اتحاد كرة اليد الدكتور تيسير المنسي اليوم أن البطولة استقرت أخيراً في الأردن بعد أن كانت مقررة في البحرين هذا وتوقع المنسي مشاركة ست دول تقريباً في هذه البطولة مؤكداً أن المنتخب الوطني للسيدات يواصل تحضيراته للظهور بشكل متميز علق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على التعادل المخيب لريال مدريد أمام سلتا فيغو بهدفين لهدفين ضمن منافسات الجولة الثمينة عشر من الدور الإسباني ويرى زيدان أن مشكلة ريال مدريد الرئيسية تكمن في طريقة الخروج بالكرة إلى الأمام مضيفاً أن الفريق لا يعاني بدنياً لأنه يركض كثيراً وعبر المدرب الفرنسي عن عدم سعادته بالنتيجة مشيراً إلى أن الفريق كان قادراً على تقديم مباراة أفضل خاصة في الشوط الثاني وعن عدم نية ريال مدريد في دخول فترة الانتقالات الشتوية للتعاقد مع اللاعبين صرح زيدان بعدم رغبته بضم أي لاعب جديد معبراً عن سعادته باللاعبين الذين يملكهم هذا الأمر تسبب بتوجيه الكثير من الانتقادات لهم بسبب حاجة الفريق لعدة لاعبين خاصة في حراسة المرمى والدفاع وخط الهجوم وقع البرازيلي فليبي كوتينيو اليوم الاثنين رسمياً عقده مع ناديه الجديد برشلون الإسباني بعد تحقيقه حلم الانضمام لصفوفه قادماً من ليفربول الإنجليزي في صفقة قدرت قيمتها بمائة وستين مليون يورو إلا أن مشاركته الأولى معه لن تكون قبل أواخر الشهر الحالي بسبب الإصابة ووقع كوتينيو العقد الممتد حتى نهاية موسم 2022-2023 وإلى جانبه رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو وسط حضور كثيف لوسائل الإعلام والمصورين الصحفيين وبات كوتينيو ثالث أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد إعلان برشلونة وليفربول التوصل إلى اتفاق طال انتظاره والجدل حوله لأشهر وأجرى كوتينيو صباح الاثنين الفحوص الطلبية التقليدية قبل توقيع العقد والتي أعلن على إثرها برشلونة أنه سيغيب عشرين يوماً بسبب إصابة في الفخذ الأيمن كانت قد حالت دون مشاركته مع نديه السابق في مبارتين خاضهما منذ مطلع سنة 2018 تصدر الفرنسي سيريل دوبري الترتيب العام لرالي داكار للطرق الوعرة على حساب القطر نصر العطية بعد احتلاله المركز الأول في المرحلة الثانية من النسخة الأربعين للرالي والتي امتدت لمسافة 267 كيلو متراً في بيسكو البيروفيا وأنهى دوبريل مرحلة بزمن بلغ ساعتين و56 دقيقة واحدة وخمسين ثانية متقدماً على زميليه في الفريق ومواطنيه استفان بيتر هانسل وسباستيان لوب فيما جاء الجنوب أفريقي جانيل ديفيليريز رابعاً تصدر دوبريت ترتيب العام بفارق 27 ثانية أمام بيتر هانسل فيما تراجع العطية إلى المركز الخامس بعدما تصدر اليوم الأول بفوزه بالمرحلة الافتتاحية وأنهى العطية المرحلة الثانية ثامناً متأثراً بمرض مساعده الفرنسي ماتيو بوميل وانطلقت النسخة العاشرة للبطولة في أمريكا الجنوبية منذ نقلها لأسباب أمنية من الصحراء الافريقية السبت الماضي في العاصمة البيروفية ليما وتختتم في العشرين من الشهر الحالي في قرطبة الأرجنتينية